مساء الخير وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج آخر كلام شيعت بشري الضحيتين هيثم ومالك طوق والبطريارك الراعي انتقد تأخر القضاء في بت النزاع معتبرا أن طباط القضاء يفتح النزاع أمام كل التعديات مشددا على وجوب معرفة من القاتل إذن مدينة بشري ومعها كل اللبنانيين في انتظار نتائج التحقيق ولكن يبقى السؤال ما حقيقة ما جرى ما هي ظروف الحادثة وحيثياتها وخلفياتها النزاع ليس ابن ساعته بل يعود لسنوات إلى الوراء فأين الدولة؟ سياسيا انتهت عطلة العيد ولكن التعطيل مستمر في ملف الرئاسة أما الحكومة فلن تجتمع بل سيكون هناك فقط اجتماع وزري لبحث ملف المطار في موضوع النازحين السوريين حدد الرئيس الأسد ثلاثة شروط للعودة العودة الآمنة ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الأعمار والتأهيل بكل أشكالها فهل هذا يدل على اللا عودة قريبة على رغم كل المحاولات اللبنانية؟ طبعا حول هذه الملفات سيدور البحث مع ضيفي في الفقرة الأولى الفقرة التحليلية عباس ظاهر مدير مركز الاستشراف للمعلومات مساء الخير وأهلا وخير مساء الخير أمال تحية إليك للمشاهدين يعني طبعا خيمت قضية بشرة ومقتل الضحيتين على كل الأحداث طبعا ولكن بدنا نبلش بهذا الملف وبدنا نحكي أيضا بأمور أخرى ولكن الكل يعني بانتظار هذا التحقيق ولكن يجب معرفة أيضا ما حقيقة ما جرى ما خلفيات ما جرى وخصوصا أنه النزاع ليس أبن ساعته صحيح هذا الملف ملف حساس ملف منه وليد هيد الساعة ملف عمره سنوات له علاقة بنزاع على أراضي نفوز على أراضي على مراعي على ينابيع مي على مجايا مي سميها البدكية وبالتالي كان في منطقتين بقع صفرين يعني الضنية وبشرة هون في ناس وهون في ناس بيستخدموا هيد الأراضي للمشاريع الزراعية للرأي وبيستخدموها للمواشي وبالتالي خلينا نقول أنه كل السنة عم بيصير في حوادث ولكن ما بتوصل لحد القتل أو فقدان الأشخاص طبعا الله يرحم اللي ماتوا الضحايا وبالتالي ما كان لازم توصل المنطق لهون لأنه بتعملت جر حمي ولو أنه بعد النفذي أيضا مفتوحة لإيجاد الحل خلينا نقول بالتكنيك الموضوع تراكم كتير وبالتالي عدم وجود حلول جزرية وصلتنا إلى موصلنا إله وإذا كان البعض عم بيقول أنه الخطاب السياسي عند قوى سياسية وعند شخصيات استخدمت هذا الموضوع بحملات الانتخابية نعم هذا الموضوع كل منطقة بتعتبر حقها بهذه الأراضي وبالتالي القضاء هو اللي بيحل بيحل هذا الموضوع اللي جنة بتنعمل من المنطقتين بتحل هذا الموضوع بيجيبه خرايط يعني فيه آخر شي فيه تدبير لزاد هذه المسألة هذه السنة أنه نقطتين أول شي ما في هايبي لمؤسسات الدولة ما في قدر المؤسسات الدولة التاني الخطير أكتر هو الخطاب السياسي يلي عم بيصير بالبلاد يلي البعض بيعتبره في التنوي هذا الخطاب السياسي يلي جنح باتجاه إما تحت عنوان التقصيم أو الفيدرالية أو الخوف أو القلق أو الهواجس عند المسيحيين أو حتى عند غيرهم كل هايدي راكمت اليوم ردود الفعل وبالتالي صار كل مواطن إله عقيدة معينة خلينا نقول الجهة عند المسيحيين يعني بالبشرة أو حتى بأعصفرين المسلمين صاروا حساسين للخطاب وعم نشوف في قوة سياسية عم تستغل هذا الواقع عند الناس وعم ترفع بخطابة يعني نسمع اليوم بوسائل إعلامية بخطابات جماهيرية لا صلنا خطرة هذه الهواجس اليوم والذهاب إلى هذا الخطاب عند وقوع أي حادثة ومنرجع نسمع خطاب التقصيم وخطاب الفيدرالية لا الخطاب ما نقوله علاقة لهذا الحادثة هذا اللي له علاقة بالخطاب التقصيم والفيدرالية موجود بالبلد هو مش هو المسؤول وحده أنا ما بدي يقول عن هذه الحادثة بس هو مسؤول اليوم عن توتير الناس عن شحن الناس عن الحالة الطائفية اللي عم تزداد أكتر اللي هي موجودة بالنفوس بأي حال بس دائماً إيقاظة بهذا الشكل وزهاب صوت الحكمة والعقل عن المساحة الوطنية تحديداً بهذا المنطق وغير من مناطق مش بسيك سيئبت أنه في مشكل ببشرة وبأعصفرين بهذه المساحة المشتركة في مشكل آخر موجود بمناطق أخرى يعني الخوف أنه ما ترجع تصير بحدود مناطق أخرى بمساحات أخرى متنازع عليها للأسف تاخد بعد طائفي أو طوائفي مع العلم أنه هذا النزاع ما له بعد طائفي له علاقة بناس عندها مراعي بتعتبر لإلها أو ماي بتعتبر لإلها وبتعتبر لآخر عم يتعد عليها مساءة جغرافية ممكن تحصل حتى يعني في خلافات عقارية في خلافات عقارية بمنطقة مذهبية من لون واحد ومنطقة مذهب واحد ومنطقة في وحدة وعائلة وحدة يعني حتى إذا بتجي اليوم ببشرة أو بأعصفرين بتلاقي مثلا حتى بمنطقة بشرة من نفس العائلة في خلافات حول نفس المواضيع وبالتالي لأنه صار فيه هذا الموضوع أخذ هذا البعد للأسف وصقط فيه ضحايا صحيح أول ضحية بعد التحيق مبين ثاني ضحية صارت أيبا شبه معروف أنه صار فيه اشتباك وكان فيه محاولات اليوم صحيح بدي أسأل عن هذا الموضوع بالتحديد وأيضا التحقيق طبعا هلأ التحقيق جارن لمعرفة الحقيقة سمعنا كثير عم قضية أنص من بعيد اطلق نار من قريب ثم اشتباك ثلاث أطلق أول شيء بعدين رجعنا لأتيلين وضحيتين بعدين اطلق نار من مراحية الجيش يعني على السوشيال ميديا خصوصة والتغريدات يعني شفنا كل العالم صارت محققين هذا فلتان وكل العالم صارت عارفة شو الحقيقة هذا فلتان ما بيصدب اليوم بالمسطح الوطني التحقيق بعد هذه اللحظة ما فيه شيء اسمه تحقيق أولي فيه اسمه تحقيق تعمل القوى القضائية والعسكرية والأمنية بتتكامل بين بعضها وتوصل لنتيجة لهلأ ما فيه نتيجة تحقيق بعد لهلأ اليوم تشيعوا الضحايا الله يرحمون ولازم اليوم الخطاب ما يكون خطاب فتنوي لازم خطاب مسئول لازم يكون خطاب يحط أنه المسئولية عند الدولة هي اللي بتقوم بالمحاسبة وبالتالي تستكمل يمكن تشكل لجان في نائب اليوم موزون ببشرة اسمه وليام طوء نائب وليام طوء عنده المسئولية والإدرة يتواصل مع نائب الظنية النائب جهاد الصمد ينتم عندهم حكمة وعندهم روية وتعاطب الموضوع شكلوا ليجان تاخد هيدا البعد ياخدوا الموضوع من الفتن لأنه بالنهاية هالمنطقتين هني جارتين وبالتالي هذا التماثل الجغرافي بين الأراضي أو الأراضي مشتركة راح يظل موجود هلأ وبعد عشر سنين وبعد مئة سنة وبالتالي لابد من حل بعيدا عن الحسابات الطائفية لأن الطائفي هم ما إلى علاقة بهذا الموضوع لابد يدخلوا حسابات الطائفية بهذا الإطار طالما حتى الخلافات العقارية عم بتصير بعن الأبناء العائلة الوحدة والبيت الوحد وبالتالي الأخذ البعد إلى منح الطائفة هيدا خطير للبلد وما بيقدي هنا أنا حكيت عن الهواجس عند المسيحين إذا بتصمع إليه صار اليوم بالبلد يعني هيدا الهواجس بعد هيدا الفتن وخصوصا أنه بتوقع هوادس كتير بين أهل الظنية وأهل بشرة حول هذا الموضوع بالتحديد من يعني من يساعد هذه الفتنة لأنه خلافات عقارية حقوق نفوذ جغرافية المراعي يعني أنا بعرف أنه من أيام راح كمان في موائق يعني أغنام صحيح عند أهل الظنية كمان سقطت وهناك منقل نص عليها وبالتالي صارت جر المشكل وراء مشكل الهواجس الموجودة اليوم بالبلد وعن تاخد بعض طائفة أمال ما إلا علاقة بمساحة المساحة المباشرة هلأ لا بين الظنية وبعاصفرين وبشرة ولا بكرة بتلاقيها بمساحة تانية لا الهواجس أبعد من هيك اليوم نحن بيشغل رئاسي صور على أنه اليوم أنه انتهاك لحقوق المساحين هادي أولا صور وأنا عمقول صور هو مش لازم يكون هيك لأنه لو فيه قرار من الأساس يصير فيه انتخاب رئيس وفيه دخول على الحوار من الأساس ما كنا وصلنا لهم اليوم فيه تسويات بالعالم بالمنطقة بالإقليم بين الأقوياء يشعر اليوم تشعر بعض القوى السياسية المساحية أنه هي على الهامش وبالتالي لابد من رفع الصوت وفرض نفسه هذا للأسف عم يأثر سلبا على الحالة الوطنية بالبلد على المسيحين أنفسنا قبل غيرهم عم بعيد أجواء الخمسة وسبعين الله يبعدها طبعا وقبل الخمسة وسبعين تحت عنوان أنه إذا مرء الطير وتطلع أنه لا هذا بدي يستهدفني لا الأمور مش هيك تتأخذ اليوم فيه حرص وطني عن كل الطوايف من أجل التكامل صحيح اليوم فيه تسويات بالمنطقة عم تصير بس هذه التسويات ما رح تكون لحساب لا طائفي لا حسابات طائفية ولا مذهبية ولا حتى مناطقية رح تكون لحسابات ذات بعد وطني والدليل على ذلك التحالفات اللي كانت صايرة أقله من التسعين لا هلأ لكم سنة كانت تحالفات ذات بعد وطني بعطيكي مثل 14.8 أدار كانوا تحالفات ذات بعد وطني وما كانت في حالة طواقفية ولا مذهبية فيهن فنحن هذه الهواجس بدأت نلاقيه لحل خطاب المذهبية ما بينفع خطاب الاستقواء ما بينفع بالبلد لأنه ما حدا بيقدر يلغي حدا خطاب الضحية ما بينفع لأنه كمان الضحية ما حدا بيقدر يلغيها بهذا البلد سواء كانت ذات بعد مذهبية أو طائفية أو مناطقية أو عائلة أو عشائرة أيضا الخطاب الفيدرالي مبين أنه ما له مسيحة وطنية وهيدا رفع الصوت والتوتير وباتجاه التقسيم كمان البلد منه مثل 75 يعني ديموغرافيا البلد تغير المناطق المتدخلة بين بعض البعض الزيجاد المشتركة الناس على مستوى الناس بدأ اقتصاد قوي وبدأ معيشة بس ما بدأ اليوم لتقسيم ولكن البلد محقول وحتى إذا اليوم نستعيد تجربة التقسيم غير المباشرة اللي كانت حاصلة أنا ذاك بين شرقية وغربية حتى بالمناطق اللي كانت إلى بعد طائفي معين إن كان شرقية وغربية كانوا أبناء يتقاتلوا مع بعضهم وعملوا حروب نذكر مثلا على سبيل المثال بين القوات والتيار كان الجيش أنا ذاك أو الأحرار والقوات بفرعيها وكمان بالغربية كمان اللي كانت صارت المعارك حزب اشتراك ومرابط يعني هايدي خطاب الحرب اللي لازم ننساه فبالتالي المناطق اللي كانت هي إلى بعد طقسيم غير مباشر كان أنا ذاك أو نفوذ غير مباشر ما أنتجت لخطاب وطني ولا أنتجت راحة للناس ولا أنتجت حلول والذهاب اليوم إلى خطاب الطقسيم أو الفيدرالية راح يضر المسحين أولا ويدر البلد كله ثانيا هل لأنه في شاعرين بمؤتمر تأسيسي أنا أستبعد هذا كله بالإعلام ما في شيء حقيقي ما في شيء اليوم وراء يعني هيدا الموضوع هلا ممكن يكون في تعديلات بالنظام إلى علاقة بالمعوقات لخلت النظام ينطلق أو ينتظم بالمعنى ممارسة الدولة مؤسسات الدولة يوم الدولة متحللة ويمكن كمان هيدا الحوادث يعني عم تأخذ كل هذه الضجة كون ما عم تقدر الدولة تأخذ دورة لتطوّق الموضوع بشكل سريع قديش راح سيحل هذا الموضوع بالترسيم الفوري لوقف شلال الدم ولوقف اليوم وقوع ضحايا والشهداء بهيك حوادث الحادث كبير لمشكلة صغيرة كيف المشكلة صغيرة عقارية بتنحل إذا اليوم في عقلاء من المنطقتين أنا أعطيت مثل في نائب عاقل اسمه وليام طو في نائب عاقل اسمه جهاد الصمد ولكن اليوم بخطابه للنائب وليام طو كان فيه نوع من أختوتر وكان عالي السقس خطاب جماهيري بلحظة اليوم الضحايا تشيع الضحايا وبالتالي لأنه ما صار في جلوس على طاولة واحدة ويكون فيه لجنة مشتركة من المنطقتين حتى وإن كان برعاية أمنية أو عسكرية أو حتى قضائية أو مؤسساتية حكومية لبنانية بس يقعدوا على الطاولة تبرد الأمور ونفوس ويحاسب من أخطأ ويعاقب القاتل بعد ما التحيق يصدر فبس يصير في هذه اللجنة يحل المشكل وبالتالي على القليل يروحوا إلى حلول قضائية أو بتنعمل اللجنة لتدير الأماكن صحيح أنه بكلمه النائب وليام طوق بمراسم الدفن كان عم بيقول لم نتعود لم تتعود بتاريخها يعني بشرة على الغدر تماما كما لم نتعود نحن أن نغدر أحدا ودماؤهما باتت الخط الأحمر لرسم حدود أرضنا التاريخية هذا الخطاب شو؟ أنا قلت لك هذا الخطاب اليوم أنه ما في حل بعد لن ما سيصير فيه نية بالحل وزهاب إلى الحل رح تشوفي دور الحكمة ومنهم وليام طوق بينطلق اليوم في تشريع ضحايا وبعضه الدم سخن صحيح فهذا الخطاب يمكن لحتى في مكان ما يحاكي الجمهور ولكن يبرده بكرة وبعد بكرة سهلا أنا ألطوق يعني أقوله بشرة لم ولم تكون مكسر عصا في جرق توطيري المطلب اللبناني اليوم أنه يصير في حل ما إلو حدا مصلحة برفع السقف الحل هو الأساس الحل هو إلو هدف وطني وبالتالي رحين على حل قد ما صار في مشكل قد ما صار في أزمات رحين أخر شي على حل فلازم يروح الحل بأسرع وقت ممكن وبعتقد رأيك حين لعليه إن شاء الله خير يعني منبقى منتابع نتائج التحقيق أيضا نروح للملفات الأخرى من الملف الرئاسي طبعا يعني كنا بعطلة العيد ولكن التعطيل على ما يبدو أنه مستمر بملف الرئاسي خلال نقول فرصة فرصة مفتوحة لا أيمتها العاجزين من بعد نصف فكرة الحوار عن إخراج حل وبالتالي ما في اليوم حتى لو نعقدت جلسات وأنا ما بعتقد رح تنعقد جلسات لأنه ما رح تقدم وتأخر لأنه ما في شي تغير ورح نكرر الترجمة السابقة وبالتالي نحن نطرين الموقف الفرنسي اليوم المفضل الفرنسي لو دريان رايح حتى يكتب تقريره بعد له هلأ في أحداث كانت بفرنسا كان في أولويات أخرى بفرنسا ليوم فرنسا مشغولة بأمور على الخاصة والشغبات اللي عم تحصل اليوم معنيين بالملف اللبناني والشر أوسطي بيدرسوا هذا الملف أنا اللي بعرفه عم بيصير فيه صياغة للتأرير ولا الاقتراحات الفرنسية ممكن تكون بعد فترة مش ضرورة بعد 15 يوم و20 يوم فيه أكتر من سيناريو مطروح هل الحوار هو واحد من السيناريو حيات المطروحة؟ ما فيه حدا جازن أنه سيناريو أنه سيناريو مطروح بين قوى السياسية برعاية فرنسية أو رعاية بقليمية عربية دولية السيناريو الثاني أنه يصير فيه بحث عن مخارج أخرى خارج اليوم الأزمة عنوين الأزمة أو حتى الترشيحات وخيار بضل ما بعتقد له الترشيحات خارج عن الترشيحات القائمة اليوم بلش يطلع أسمي مش معناته أن الفرنسي رح يتبنى أنا برجع أقول والدليل على ذلك يعني لما سمعت موقف النائب جورج عدوان عم بيهاجم الفرنسيين بطريقة أو بأخرى عرفت أنه الفرنسيين بموقف آخر بعيدا عن مشروع أو رغبة حزب القوات لأنه تسمعي نائب جورج عدوان بيقول عن الفرنسيين يحلوا أزمتهم بهالمعنى قبل ما يجلوا عنها فمعناته الفرنسي بعده منه عم بيجاري القوات أو نائب جورج عدوان اللي عنده طموح ما فلأجليك نحن قدام سيناريوهات متعددة السيناريوهات تطرح على الرئاسة الفرنسية رئاسة الفرنسية اللي عقدت تسويات أو مشاريع تسويات بالأقليم تعرف وين المصلحة مصلحتها والمصلحة اللبنانية فيما بعد ودليل على ذلك بين أهلالين أستعير كلاما قيلة لأحد الشخصيات اللبنانية قاله الرئيس الفرنسي عندما قاله أنه أنتوا الفرنسيين اليوم باختياركم لصالح مرشح لا توافق عليه القوى الحزبية المسيحية الأكبر يعني ضد فرنجية ليش ماشيين بإسلامان فرنجية كان الجواب أنتوا عم تشوفوا المصلحة المسيحية هذه السنة نحن عم نشوفها هاي الفرنسي عم تقول نحن عم نشوفها لبعد مئة سنة فالفرنسي عنده رؤية مختلفة عن التفصيلات والتكتيكات اللبنانية العلاقة بالمنطقة ككل العلاقة بالاقتصاد العلاقة بالديموغرافية بالمنطقة العلاقة بالتسويات مع الأقوياء خصوصا أنه عارف أنه الأمريكاني شوي ما عم يفوت بالتفاصيل خلينا نقوله بعد شوي نشرح إذا بدك له صحيح طيب يعني الملف الرئاسي بعطلة مثل معلنا ولكن جلسات الحكومة أيضا لن تعقد جلسات ولكن ناطرين غدا شوفي اجتماع وزاري فقط لموضوع ملف المطار ملف المطار لأنه ملف داهم اللي بعرفه أنه الحكومة مستعدة أنه إذا صار فيه توافق أو فيه رغبة حتى بالتعيينة العلاقة بحاكمية مصر في لبنان ما عنده مشكلة بيروحه وصار فيه شوية خطوات واستفسار هل سيعطى الغطاء الرئيس ميقاتي لجلسة تعيينات وخصوصا لحاكمية مصر في لبنان لهلأ بعد ما فيه أي أرار له علاقة بهذا الموضوع إذا كان فيه تعيين ولا لا ليه لأنه أول شي ولكن شهر واحد ما فيه أرضية صالحة لهلأ بعد مواكبة لك موضوع التعيينات لأنه بعد فيه رفض أنه الحكومة تاخد هكي قرار واللي رفضين إلهم مصلحة على كل حال بالتعيينات ثانيا يعني القوى المسيحية ثانيا ملف الحاكم مصر في لبنان مؤسستيا قانون النقد والتسليف بيقولك أنه فيه نائب حاكم صحيح أول بيستلم القانون يحدد نائب الأول للحاكم كان موجود حسب مع سقريت بالولايات المتحدة الأمريكية ما بعرف إذا لا زيارته إلى علاقة هذا الملف لأنه الأمريكان حساسين بالملف النقد شوي لهلأ بعد ما فيه لا حسم لهذا الموضوع ولا جزم كيف اتجاهاته بس بأسوأ الأحوال إذا ما صار فيه تعيين وما صار فيه اتفاق العمل المؤسساتي موجود وبالتالي بيصير هون انتظام المؤسسات خاضع لتدرج الموجود بحاكم المصرف ونائب الحاكم موجود حتى يعينوا حاكما أصيلا فنحن ناطرين هذا الشهر شو بدل يصير يعني معقول كتير معقول بس أنا شايف لهلأ بيظل وجود عدم اتفاق على تعيين حاكم أصيل باعتقد لهلأ مبيني أنه نائب الحاكم نائب الأول لحاكم مصر في لبنان هو اللي بيستلام حاكمي وفق الأنون النزوح السوري أيضا ملف يعني وفي حديث اليوم للرئيس بشار الأسد مع وزير الخارجية يمكن الأردني كان عم يحكي وحدد ثلاثة شروط للعودة العودة الآمنة ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الأعمار والتأهيل بكل أشكالها ماذا يعني ذلك شو هي هذه الثلاثة شروط وقديش بتدل على اللاعودة قريبة للنازحين على رغم كل المحاولات اللبنانية أولا تعاطي السوري مع اللبنانيين كان جاد وصار في عودة لعدد من النازحين واللبناني مكمل بهذا الخط بخط المعالجة وصار في لقاءات مثل ما بتعرفي بين وزراء المعنية بلبنان وزير المهجرين والوزير المعنية بالنازحين السوريين بهذا الإطار مع السوريين مع الكاد السورية وكانت الأجواء إيجابية الأمن العام اليوم عم بواكب اللواء بيساري مبين جاد جدا بعملوا فريق عملوا بهذا الملف ويبدو أنه عم ينجح فيه على القليلة بتحضير أرضية مسؤولة وطنية جادة لبت هذا الموضوع هذا الموضوع أمل برحين حد بس أنا بستبعد حسب المعطيات يصبح في حل جزري لإله قبل ما مش بس يصبح عنا رئيس جمهورية وحكومة أصيلة ونحكي مع السوريين وننتفق معهم قبل كل الشروط اللي حددها يمكن الرئيس بشار الأسد وغير موضوع السوريين هيدا بالدواء قوين عم يحكي مع الأردني كمان بس اليوم في مجتمع دولي اللي هلأ بعده داعم النازحين السوريين بأماكن تواجدهم وبعده اليوم عم بيعرق للعودة وهيدا المجتمع الغربي تحديدا ما عم يتعاون مع السوريين بموضوع النزوح وهيدا النازح اليوم اللي بيقلك ما رح يرجعوا يتعاطوا معي كأمم مثل ما متعرف عليه الأمم الأمم التحدي يعني بمساعدات داخل سوريا فأنا عم بحصل عليها بلبنان بالأردن بتركيا بس ولكن التركي ضاغط جدا لعودة النازحين لأجل هيك فتح ملف إدلب والتسويات بإدلب اللي حكينا عن الحلقة الماضية وجاي التسويات ولو بعد حين يعني جاي على نار سريعة مش على نار سيخني وحامية وليست بطيئة الأردني عنده كمان أزمة وديو حل ملف النزوح واللبناني يعني دول الموجودة جارة لسوريا بدت حل موضوع النزوح بسرعة وليوم ستجبر يوم ما هذه الدول الغربية على التعاطي مع الهواجسة الأردنية الهواجسة التركية الهواجسة اللبنانية بموضوع النزوح لأنه هذا موضوع النزوح ممكن يتحمل شهر وشهرين وسنة وسنتين بس ما ممكن يتحمل أكتر في مشاكل إلى طابع ديموغرافي إلى علاقة بالموليد الجديدة بعدم تسجيلهم بجيل جديد بعيدا عن التعليم فهيضا بيعمل مشاكل لهذه الدول اللي هي رافضة ورغم كل الخلافات الموجودة بين بعضها أو بالقوة السياسية مثلا بلبنان إلا أنه اليوم متحدي بموقف واحد بوجوب عودة النازحين بأعتقد أنه هذا الملف صار إليه علاقة بالمجتمع الدولي أكتر ما إليه علاقة لا فينا كل لبنانين ولا كأتراك لواحد ولا كأردنين ولا حتى كل شخص يعني إن شاء الله لأنه نحن معوضين أنه مثل هيك ملفات بتاخد وقت طويل وهذا الكلام ومعدي للشروف عدد يمكن ضئيل يعني 100-200 ألف كـ 200 ألف لا يكفي هذا العدد صحيح ولكنه لا يكفي ننتقل دوليا يعني إذا بدنا نقول وإقليميا ولكن خلينا دوليا بفرنسا وأعمال الشغب التي حصلت كل الأسبوع الماضي قديش رح تأخذ أبعاد بعد هذه الأعمال قدروا يتوقع ولكن ربما عادت واستعرت من جديد لماذا وكاس؟ موضوع الفرنسي هذا كمان بيحكي عن موضوع ليس فقط النزوح والهجرة وفي خطأ عم يصير بوسائل الإعلام كان أنه هولي الناس حيني اللي راحوا هلأ بعد الأزمات الجديدة هن اللي عملوا المشكلة لا إذا منبحث شوي حتى بوسائل الإعلام الفرنسية الأوروبية المكتوبة بالتحليلات منلاقي يلي صار معهم المشكل واللي اعترضوا رغم الطابع غير الحضاري يلي شفناه هن أشخاص صحيح ليسوا من أصول فرنسية ولكنهم يمكن تربوا قبل خلقوا وتربوا وعاشوا في فرنسا وبالتالي هن عندهم حالة اعتراضية على السلوك الفرنسي معهم هن هيك بيعتبروا وهن مش هلأ نازحين والله راحوا على نزحوا وعملوا مشاكل لا النازح اللي راح عمل اللي راح على دولة ما هلأ قاعد وساكت وبيضل قاعد ما بدوا يعمل مشاكل كل يلي كانوا رصدتهم الصحافة الأوروبية وحكيت عنهم هن مولودين موليد وتربية وجنسية فرنسية المشكلة هون مش بس عند فرنسا موجودة بالمجتمع الأوروبي بشكل عام في حالة يمنية متطرفة عم بتقابلة حالات يمنية مش بالمعنى الديني بالمعنى العرقي بالمعنى الجنسية بمعنى الوطني الانتماء في حالة يمنية عم بتعلها بالخطاب وبالسلوك وبالأداء هيدا عم تصير فيه إلى حالات يمنية مقابلة وهيدا ما بيبشر بالخير لبعدين لأنه تقري التأرير العلاقة بأوروبا أنه صار فيه عدد كبير من غير أصول أوروبية صاروا بيعملوا خلل بالأمن مثل ما شفنا بفرنسا وبيقدروا يغيروا حتى مسارات داخلية وبيخلوا الدول مفتوحة على أزمات طويلة لأجل هيك الحل الفرنسي اليوم بمعالجة المشكلة جزرية ليست فقط بالأمن بل بتدابير العلاقة بالشؤون الاجتماعية بالمسائل السلوكية طبعا في عدد كبير اليوم من النازحين وحتى غير النازحين يلي عملوا هيدا الأعمال المخل بالأمن واللي بتضر أي حدا منه حتى عربي يعني اليوم مشاهد حرق المكاتبات حرق الشوارع السيارات اللي هني بيستخدموها بوساط النقل اللي هني بيستخدموها كلها كانت مستنكرة وما في حدا بأي ده لأنه فرنسا إلي رمزيتها مش بس عند الأوروبية بكل العالم وبالتالي هذا العبث بالأمن دايما والحرق ما انه عامل حضاري أبدا بس بديك شوفي دايما لي معالجته ما تعالجي النتيجة تعالجي الوسائل وهي اللي حكت عنه الصحافة الأوروبية مش نحن يعني اليوم أيضا بأنه لم تستطع إخماد يعني إذا بدنا نقول هذه أعمال الشغب طيلت كل هذه الأيام اللي مرت أكيد أول شي لأنه لأنه البعض ربطة أيضا أنه خلت دولة الفرنسية تقدر تتخلص بالأمور الداخلية اللي عندها قبل ما تهتم بأمورها الخارجية هذه مقاربة غير صحيحة ومقاربة يعني يعني مثلش واحد شمتان عب ما بيجوز يعني الفرنسيين اليوم عم بيساعدوا اللبنانين أو عم بيساعدوا عم بيساعدوا غيرهم ما عم بيفرضوا عليهم عم بيحاولوا يساعدوا ووصوا إلى حل المشكورين حتى إذا بديوا يعملوا حوار بين اللبنانين لازم يكونوا مشكورين ويطلع مثلا أحد حتى بحجم نائب يقولوا نحل الأمور وقبل ما تجد تحل أمورنا لا هذا منق استراتيجي سياسي هذا تكتيك يعني ما عنده بصيرة خلينا نقول مش بس الفرنسيين حتى كل الدول اللي رغبت بمساعدة لبنان وفرنسا بتعتبر صديقة للبنان وساعدت لبنان بمؤتمرات بريس واحد يعني وسادروا وغيروا وفرنسا من سنوات طويلة وقفت حد اللبنانيين وفتحت مساحاتها واشغالها وبالتالي ما في مصلحة للبنانيين يصير هيدا المشكلة ولا حتى لأي دولة عربية بس هيدا ما بيعفل الفرنسيين اليوم من الحل الجزري الاجتماعي لهيدا المعضي اللي عنده إياها ما بتنحل فقط بالأمن اهه ايضا في عنا الملفات يعني الأخرى ومنا الملف الفلسطيني كمانا اذا بدنا نحكي عنه ولو هيك يعني بشكل سريع قبل ما نختم نحن وياك ملف هيدا مفتوح امال اليوم في محطة جنين قبلها في محطات أخرى كانت غزة هيدا احتلال موجود يمارس العدوان على الشعب الفلسطيني بعدة أشكال بعدة أنواع بالتهجير بالاحتلال بالقتل بقلع الناس من أرضها بمنازلها بكل يعني من 48 قبل 48 من أيام العصابات وصولا حتى الآن وبالتالي هيدا الجرح مفتوح طالما في احتلال للأراضي الفلسطينية وللشعب الفلسطيني أنا باعتقادي هيدا تصعيد الإسرائيلي يلي عم نشوف اليوم إلو علاقة بأمر أساسي بماذا؟ الأمريكان إذا ملاحظ اليوم السياسة الأمريكية غير مكترثة بالإسرائيليين ما عم تدعيهم على ندوات أساسية العلاقة بالأمن وبالسياسة والاقتصاد هيدا الإدارة ما عم تزودهم بسلاح كانت تزودهم فيه بالمرة السابقة حتى طلعت أصوات داخل الصحافة الإسرائيلية بتقول أنه فرغت المخازن من الأسلحة الأمريكية يعني اللي كانت تزود فيها واشنطن الإسرائيليين ثالثا الأمريكيين عم يعملوا تسويات ومنها مع الإيرانيين مشروع التسوية ومنها بالمنطقة وما عم يعطوا أدنى اهتمام للإسرائيليين إلا بالشكل والخطاب أنه نحن معكم وبالتالي يشعر اليوم الإسرائيلي بحالة كمان هيك حصار أمريكي لإله أو تركه وأنه متروك من قبل الغرب اللي ما تعود عليه أنه يتركه نسبيا هو متروك هو عملية مش متروك بس نسبيا نسبة للي كان يصير صحيح فلأجلك هذا التفلت وهي الحالة الموجودة عند الإسرائيلي خاصة مع هذه الحكومة فعم تروح تصب الغضب بشكل أساسي على الفلسطين وتهدد اليوم المنطقة والحروب جنوبا عنها كرمال خيام ومع أنه هي مبارح عملت احتلال زيادة والتسيج قرأ جزء من قرية الغجر لبنانية وكلنا محاولات استفزاز للفت الانتباه الدولي هو الجزء اللبناني من هذه أنه أنا جزء من شان تحكوني بديك تشوف الأمريكان ليه ما عم يحكم على الإسرائيلية ولوين بدوا يوصلوا وليش الإسرائيلي بيعتبر حاله هلأ متروك تسلحيا وحتى سياسيا من قبل الإدارة الأمريكية فنحن بننطر هذه المرحلة لأين رايحها وللأسف دائما الفلسطينيون هم من يدفعونا الثمن في نقطة أساسية بدي أحكيها اليوم العلاقة أنه هذه المرحلة اللي أختم فيها حامية شوي غربيا نعم نشوفها بأوكرانيا الأوكران أرروا بيشنوا حملة عسكرية جديدة حملات عسكرية على الروس خصوصا بعد قصة فاغنر فبيعتبروا أن الروس ضعفوا حتى كل التأدير أنه بوتين صار أضعف من الأول تفاجأنا اليوم أو تفاجأ الأوكران أنه في أول شيء أوردر أمريكي تعرفين أنت بعد عشرة أيام 11 تموز في مؤتمر للناتو وبالتالي في طلب غربي تحديدا أمريكي للأوكران ولا ميم معهم أنه يزيدوا الضربات على الروس حتى يحققوا ربح ما يستخدم في قمة الناتو اللي بدأت نعقد بـ 11 تموز يعني بعد أيام لأجل هيك فيجأ الروس للأوكران أنه على أربع جبهات اللي صار فيها معارك بشكل أساسي تقدم الروس وبشكل كبير وتراجع الأوكران فهيدي هون تحمل علامات استفهام لأوين رايحين هل بتشجع التسوية خصوصا أنه وكل المعلومات بتشير أنه خطوط الأمريكية الصينية مفتوحة صارت على مصر عيها وهون بدي استعير من اجتماع لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز اللي نعقد بضواحي إكسفورد من يومين بحدد فيها نظرة المخابرات الأمريكية للعالم كان بساعة حسب التقرير اللي قريته وصلنا بساعة عم بركز كله على القضايا الكبرى وتحديدا على موضوع الصين وروسيا وأنه الصين ووجوب التعامل مع هذا الموضوع والإدارة الأمريكية يبدو اللي جايه هلأ موجودة صارت أكتر واقعية بالتعاطي مع الصين وخصوصا أنه في مخاوف إذا ضعفت روسيا أو حاولت اليوم الضعف روسيا اللي عم بيصير بأوكرانيا فستكون أخطر بالنسبة للغرب لأنه في معادلة صارت غربية أوروبية أمريكية أنه الرئيس الأمير لوسيا بوتين إذا كان أضعف فهو أخطر وإذا كان قويا فهو أفضل هذه المعادلة هل بتمهد لمرحلة تفاوض عبر الصينيين اليوم الصينيين والأمريكيين فاتحين خطوط تواصل والصينيين مقدمين بالعالم قلتلك مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيحكي بهذا المؤتمر عن الصين بشكل أساسي واللافت هون بدي أفتح هلالين أنه هذا المؤتمر اللي صار بضواحي إكسفورد نهار السبت ما حكي ولا كلمة عن الشرق الأوسط لا عن لبنان لا عن سوريا لا عن إسرائيلية فقط عن الصين لا عن إيران ولا شيء وكأنه في عدم اكتراس بموضوع الشرق الأوسط غير كل الكلام اللي بيقول أنه لا الأمريكي بده يركز على الشرق الأوسط أنا اللي شفته اليوم من هذا التقرير لمدير وكالة المخابرات المركزية بهذا المؤتمر لقرينا كل تفاصيله المحضر اللي نشر ببعض المواقع ما في ولا كلمة واحدة عن الشرق الأوسط يعني أولويات الأمريكان بمكان آخر بمكان آخر وتحديدا في الصين الهم الكبير بالنسبة للأمريكي لا الأسف خلص وقتنا شكرا شكرا لك على هذه القراءة التحليلية مشاهدين الكرام اتقوا معنا بعد هذا الفاصل أعود لكم مشاهدين على متابعة برنامج آخر كلام اسمحول يرحب بضيفي الكريمين الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ جورج شهين مساء الخير مساء نور أهلا وسهلا فيك رئيس تحرير موقع سفير الشمال الإلكتروني الأستاذ غسان نقريفي مساء الخير أهلا وسهلا فيك يعني طبعا أستاذ جورج رح بلش معك حادثة بشر الأليمة والتي وقعت يعني بنهاية الأسبوع وحتى الساعة لا يمكن أحصاء التغريدات وكلام المنصات فالكل تحول إلى خبراء أسلحة وطب شرعي وعلم الجريمة للأسف يعني اسمعنا كتير لأن كنا عم نحكي عن هذه الحادث بالمحور الأول رح نكمل من هنا ما هي الحقيقة التي حصلت سمعنا كتير أنه عن قنص من بعيد ثم أطلق نار من قريب ثم اشتباك ثلاث أطلق أتلين رجعنا ثم مروحية الجيش ثم أطلق نار على الجيش ثم أنا الموقفين بالعشرات ثم ظهور مسلح يعني سمعنا كتير بها اليومين ما هي الحقيقة؟ من يملك الحقيقة؟ أول شي بس الخير وبشكرك على الأستاذ عزيزتي بنا ننطر الحقيقة وأنا هون بدي شد على إيد القضاء بالمتمثل بالقاضي سامراندا نصار وقيت الجيش أفضل طريقة اللي نعرف ما حصل بظل الغوغائية واللي صارت وفوضى المعلومات ومثل ما قلته كل صاروا خبراء وأطب شرعيين وريويات أبل سكر شهيد لا جريح بيطلع موقوف عند الجيش يعني ما حدا عم ينطر التطورات وأنا هون كمان بدي ناشط شغلي ما بقى فينا نكمل بطريقة التعاطي اليوم على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل ما بقى فينا نتكلع مدرية التوجيه بإيه التجاج تنطر عشر طيام تتخبرنا خبرية أو تاني يوم تتخبرنا شو صار أنا بدي أطرح أنه عم تستعملوا تويتر بإشياء سريعة ليه شوية معلومات بدون ملمس بخطورة التحقيق ودقة التحقيق يطلع خبر مطمئن يوضح الحقيقة لذلك أنا نمبرح لليوم وهلك دعم بيحكي أنا وغسان وليش بتسريع والقضاء بتسريع التحقيق صحيح أنا وزميل نغسان هلأ طيب معقولي حدا بيصدق الحقيقة الكاملة لرواية من معه حقيقة كاملة اليوم إذا بعدنا عم نتبادل الروايات حتى يعني القضاء بعضو عم بيعين مكان الحادث يعني ومحوصة وصلوا الزملاء بعد الظهر اليوم على مطرح السيارة ووصلوا على موقع صح الحادثي مطرح من قتل هيسم طوء أول الجريم أنا عم بقول أنا عم بقول شغلة بأبعادة التاريخية منا مستغربة بس المستغرب أنتصل إلى مرحلة القتل هذا الشيء الغريب الاستثنائي بهذا الحادث بعدنا عم نحصل مناطق فيها خلافات عقرية وتوتر وهي كتير بليبنان كتير بدأ احكي عن أبعادة لهذا القضاء لذلك أبعادة في كذا سينار أنا ما بدي لا أنا ناطر التحقيق إذا ثابت أن هناك ما بعرف يمكن البيانة المفتية داريين مبارح حكي عن طابور خامس أو حدا حكي عن طابور خامس إذا مضبوط في حقيقة القنص عن بعد وبهذا المنطق أنا ساعتها بفوت بسيناريو طابور الخامس بفوت بسيناريو القصد وأنا هون شو بدي كم سيناريو من يتجاهل أنه سيناريو لإقلاق لإدخال طورية الجيش بها الحيث نحن على بواب استحايا الرئيسي وقائد الجيش مرشح رئيس جمهوري من يستبعد سيناريو وكنا عم نحكي أنه تنروح إلى طروحات جديدة ونروح إلى ملف جديد بدنا وضع أمنه بدنا حدث أمني ما يقود إلى تغيير المعطيات بالنسبة لإستحايا الرئيسي أنا ما بعرف إذا الحلقة بتكفي إذا بدنا نكمل بالسيناريو هات بالسيناريو هات كتير يمكن أن أحكي شيئا ولكن خلينا ننطر التحقيق بالقليلة بالقليلة نثبت من هالنقاط التلاتة من قتلها صح كيف صارت العملية المقتل الشاب التاني واضح يبدو اشتباك مع الجيش لأنه دخلوا منطقة عسكرية كان الجيش حذر من الفترة صحيح بس الأحداث الأخرى منها لا بمنطقة محظورة ولا بالمنطقة صحيح هذه الحادثة الأليمة وكتبت عنها أيضا من خلال أسئلتك للمعنيين بهذا الموضوع شو المعطيات اللي تكونت طبعا يعني التحقيق بدنا ننطره ولكن قديش في معطيات عن هذه الحادثة تحية لأليك بالبداية وتحية لزميلنا الاستنزار أهلا وسهلا فيك يعني كثرة الروايات بتفقد المصدقية بالأساس وأنا برأيي بتضيع الحقيقة اليوم الكل بده الحقيقة ما حدا الكل بده يعرف كيف قتل هيسام طوق ليش هالشاب راح ضحية شو وبغض النظر القاتل ليس له دين ومذهب وانتماء والقاتل قاتل ولكن اليوم نحن بكل حادثة عما تصير هذه الروايات وهذه التكهنات واستباق التحقيق والاتهامات المسبقة هي اللي بتوتر الشارع وهي اللي بتعمل هال يعني التوتر القائم اللي صار بين هاي دي المناطق نحن على يعني على شوي كل سنة منقول حان وقت بشر بشري والضنية لأنه نحن بنعرف بأنه بهذا الوقت لما بيبلش يدوب التلج وتتعبى البحيرات والنسافات اللي بيمر بيمدوا لألا للنباريش في خلاف عقاري مزمن موجود هذا الخلاف كان لازم ينحل من زمان يعني الدولة للأسف تنتظر لوقوع الحادث علما علما أنه يخشى أيضا مثل ما كان عم يتفضل أستاذ جورج بأنه بموضوع طابور الخامس أنه نحن عنا بقر توتر موجودة غب الطلب بلبنان يعني من طرابلوس للضنية وبشري قبل بيوم من العيد قتل مواطن بالأموعة بالعرض المتنازع عليها بين عكار العتيقة وفنيدة بلاسة برشاية بعبدة والحزمية يعني هذه المناطق صارت مثل كأنه غب الطلب لما بيكون بدنا نعمل أي أزمة أو أي فتنة منحرك واحدة منهم فبالتالي نحن منصير أمام فتنة وأمام أزمة وأمام ضبط نفس وأمام كذا هلأ المؤطيات اللي بلشت يعني أنا ضد الاتهامات المسبقة يعني أهالي بشرية اللي نحن منتوجعلهم بكل التعازي وبأحر التعازي كانوا هن عم يطلعوا على التلفزيونات يقولوا هذه الجريمة غامضة وبنفس الوقت عم يواجهوا الاتهامات ولكن صحيح لأبناء الضمين طيب طالما 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 لأنه الروايات تعددت صرنا فتنة بتضييع الحقيقة اللي عم بحكي فيها يعني أول ما طلع أنه والله هيسم الله يرحمه صار تعرض لقنص صحيح طيب جيبوا ثلاث شباب بسيارة على المستشفى طيب هل ها ثلاث شباب تم التحقيق معهم تم توقيفهم تم الاستماع لقلهم الطبيب الشرعي الذي عين الجثة شو جيبتوه لا ها دي أساسية حتى ها رواية ثلاثة بش دقيقة لا لا خليني بس كمل استاجور ها دي بكم وضع حلق بالتحقيق مع الحكيم لأنه رواية الحكيم الدكتور هو أي راية طبيب الطوارئ الموجود بالمستشفى هو اللي قال أنه ثلاث شباب جابوه على المستشفى طيب ها ثلاث شباب أنا شو معرفني هني شو عاملين مين بيقدر يثبت أنه هدول الشباب بمقلن علاقة مثلا والله الأين أتيل على الطريق لو أنا وياك الأين أتيل على الطريق وخدناه على المستشفى من انترك هاي أول شغلة الشغلة التانية موضوع القنص موضوع القنص جاء الطبيب الشرعي وعمل أول شيء قاله أنه عن بعيد عمله هو إجاء الطبيب الشرعي ليشوف كيف تحرك الرصاصة في داخل جسم القطيل لما طلب منه طلب منه المدير المستشفى قاله أنا يعني عندي خبرة بموضوع تحرك الرصاص في جسم الإنسان فإذا بتريد تطلب له صورة للبطن مضبوط تحتى يشوفوا أن هذه الرصاصة لأنه يقال بأنه بأيت بقلب بطن رفض الطبيب الشرعي الأوليني المدني فالجيش أرسل طبيب شرعي آخر عمل الصورة هاي دي شو تبين تبين بأنه الرصاصة داخلي من فوق على الكتب فيتي بالرواية مخزق الرواية فيتي بالبطن مخزق البطن ومستقرة بالفخد يعني أي ضرب أي ضرب قنص ممكن يتحرك هذه الحركة كل ياتها بجسم بجسم الإنسان هون يعني الطبيب الشرعي المدني والعسكري ضحض فرضية القنص بشكل كبير حتى الطبيب الشرعي يلي جيبوا الجيش بالمعلومات قال إنه الرصاصة أطلقت على بعد عشرين متر هلأ بعشرين متر شي وبقنص شي يعني بعشرين متر ممكن يكون خلاف شخصي ممكن تكون سيارة مرئة أو وسطوء وهربت والأتي للتاني يعني الجيش أعلن بأنه هذه المنطقة كمان منطقة عسكري لا يجوز الدخول إليها لأول بيان للجيش أول بيان للجيش كمان قال بأن هذه المنطقة التي عثر فيها على هيسم جثة هامدة هذه المنطقة هي منطقة محظورة وكنا أعلننا وحذرنا بعدم الاقتراب إليها صحيح وكأن وربما يعني كان في إيحاء بأنه قد يكون هيسم أيضا قد تعرض لي رصاصة طائشة يمكن رصاصة طائشة من حقل التدريب يمكن يلي كان موجود أما القتيل الثاني فكان عم يشتبك مع الجيش مع المجموعة يلي الجيش منع من مغادرة القرن السوداء باتجاه الضنية نحن اليوم أمام لغز صار نتيجة الروايات المتعددة وبالتالي يجب على القضاء أن يضع حد لهذه الروايات ويجب على الجيش أن يعلن التحقيقات ومن هو متورط إلى أي جهة صحيح كما خليه يعدم بساحة بشر هذه المعطيات كمانا يعني تابعتها في عندك تعليق على شغلك القتيل الأول هاني مش بالمنطقة العسكرية وكان قصب بيت قريب ومش بس توضيحا تاني حادث ما في شك بالتحقيق يبدو بيشتباك مع وحدة الله هذه قصة رصاصة هيسم وليس هاني بس وقته هيسم قصة رصاصة إذا 800 متر إذا 800 متر ومن تلة أعلى من تلة ممكن الخرق بصدر بهالطريقة وأنا عم بحكي من أكتر من طبيب شرعي أو بالمعنى العسكري هذا تقرير يا دكتور خلينا خلينا عزيزي هذا تقرير هذا تقرير هذا تقرير بعده ما حدا شايف التقرير خبرية الحكيم يلي طلب إذا بتحقيق بتهمة كشف الحقائق أو واحد خلينا نترك كل شي اللي حاله لكن أهم أنا بدي ألفط النظر لشغلة مهمة أول شي وعي ولادي بشري للموضوع بعدين بردون عفوا يعني فيه 19 موقوف فيه 13 موقوف منبقى صفرين ونائب رئيس البلدية من بينتهم وست موقفين من بشري بس خلينا إذا بدك تعمل بارمة التحقيق في ضحيتين لأنه سقطوا وبدك تحقق وفيه شاهدين أو ضحيتين خلينا ننطر التحقيق بالسياسة فينا نروح بأبعد من هيك بالسياسة بالسياسة صح بيه بالسياسة إستاذ جورج فيه سيناريو فاشل إذا لإحياء ليس أبن ساعته يعني هيدا النزاع بالتأكيد بس ما فينا نقول ما فينا نقول ما فيه مشروع لإحياء فتنة ما نقول أنه في حدا عم بيحركش للفتنة طبعا السنية المسيحية أو مثل ما قلنا يعني من كل موسم يعني خلينا نرجع نربطها ب11 تشرين تاني مبارح ب11 11 راح صار فيه حيب ستبشري على باب موسم الشتاء واليوم عباب الصيف أنا هون بدي ألفط النظر يعني روح الفتنة بتطلع من التوقيت مش من الجريمة وبس توقيت تعرف شو أضرارها هذي على إذا إذا تطورت أو صار شي أنت عم تتعاطع مع منطقة سياحية بالدرجة الأولى ما في قصة تلسياج كمان وكان هذيك على بواب الشتاء على بواب الشتاء عطلت التلسياج وخربت الموسم وهلأ عبواب الصيف يعني عم بيردوا كانوا هيدا النزاق قائم وعم بيردوا لبعضهم والدولي وين لا لا ما في رد لها المتضرر واحد بالمالتان بشره ما في رد حقيقة بالموضوع وما حدا يقول عنده الرواية الكاملة بس أنا هيدا أنا بس أسا في شغلي يعني لاش عما كمان قبل استباق التحقيق لاش عما نجي نحط هيدا هيدا الجريمة إذا بدي سميها أو هذه الحادثة بخلفية النزاع العقاري القائم بأي خلفية تضع هل ممكن تكون شخصيا يمكن طيب مين يعني غسان وقت الشباب يلي أولاد بشر يلي طلعوا وراء الأتيد غطيين الأسباء مع مين صار المشكلة خلينا ليش عم بلا خلينا ننتظر أستاذ جور قبل شهر قبل شهر كان في قطيع كان في رعاة من أصفرين من بقاء صفرين طيب افترضوا وصلوا على المعزة أو وصلوا على المعزة وصلوا على الأطعام أما وصلوا في قتل أسوأ يا أستاذ جور أنا بدي أحكي الأصاص بنت وقته أسوأ لما في قطيع من الغنم بينقتل بالرش الرصاص وأهالي بعصفرين ما بيتحركوا وما بيحركوا ساكن وبيتركوا الموضوع للجيش ما حيطلع حدا يؤوس حدا قبل شهر يعني يعني خلينا هذه الحادثة ما نربطها بموضوع النزاع العقاري إلا إذا قال الجيش والقوى الأمنية بأن هذا الأمر مرتبط وإذا قال الجيش بأن هذا الأمر مرتبط على القضاء العقاري أن يسارع إلى ترسيم هذه الحدود وإذا انهاء هذا الملف نهائي لأنه نحن معه من عشر سنين بتذكر ونحن بنبعث مراسليننا على بشري والضنية حتى أول مراجعة القضائي يغطل 2002 كمان 21 سنة صحيح ولكن عم يحصل عم يحصل يعني حوادث اليوم كل مرة تقع حوادث بين أهل الضنية وبشري الكل يعني منشوفهم يدعو إلى التهدئة وعدم يعني إيقاظ هذه الفتنة ولكن البعض يسأل من وراء هذه الفتنة ليش دايما فيه هيدا السلاح المتفلط مين عم بيغطي المسلحين اليوم قديش مسموح إراقة الدماء أكثر وأكثر وين الدولة؟ ليه ما عم تحل هذه النزاعات؟ هم تسألي عن الدولة؟ ما لازم نسأل عن الدولة لا لا لأنه كل الناس تعرف ونحن بنعرف أنه الدولة بحالة انحلل شي خطير ولا أخطر من هيك وبعدنا عم نناقش كيف بنعمل جلسة وكيف بنعمل نصاب ولكن يوم هل رح تحل الموضوع هل رح تعمل ترسيم لوقف شلال قدم إن كان بي بشر الضنية إن كان بي ليسا منعرف قديش فيه نزاعات إن كان بي بلدة القاع في البقاء يعني في عنا كتير مناطق هلأ إذا بدنا نعدد يعني نرجع عن ناشد القضاء وزارة المالية اللي بيئيدها والدولة العقرية وناشد ما تتعويل على الزيش اللي يعني يعني تتروح اليوم تتشكي بمغفر بدك تروح تجيب العسكري بسيارتك بقلك ما معي بنزين سيارة قوى الأمن وقف قدام صح يعني كان فيه مسرحيات كتير نسأله قبل عن الدولة وكان فيه دولة اليومين فيه إدارة مقفلة صح دوائر رسمية مقفلة إذا مضيع دفتر سيارتك ما فيك تعمل له بديد خرشقات كم بدك نعمل أنت تلاقي طابع وبيعلنوا عن نزيل الطوابع قبل بيومين بوزارة المالية تاني يوم ما بتلاقي طابع بالسوق طبيعي ما بكل السوق الثولة لذلك ما بعرفوني الدولة ما في دولة وبعدنا اللي عم نقول فيه شي فيه شي مش مقبول يلي عم نعيشه ولكننا بنتصوره بيوم للايين نحنا الأكبر مننا بعشرين سنة مش عيشينا ويلي عيشوا الحرب العالمية الأولى وما قبلها مش عم بعيشوا اللي عشناه اليوم لذلك عم بقول القرار الخطوة المطلوبة على غير مستوى بدنا نعمل شي نخبر أنه في مؤسسات في دولة في حكومة بتصور تعطي الموظف سبعة اثمان ما عيشات بالشهر وما في إدارة كل سبت وأحد إذا بترأب بيمددوا الأضراب الهيئة الإدارية طبعا الموظفين لآخر الشهر تطلع مذكرات بعطلة رسمية تطلع مذكرة بعطلة رسمية أنا هي أكتر وحدة بتستفزني بتطلع مذكرة عن رئيس الحكومة إليك 28 29 30 فيه مؤسسات فيه مؤسسات أضراب البلد فيه شوية مؤسسات عما تمشي أنا بدي عيش بدي عيش اللحظة يلي عم نسأل فيها عن الدولة تماما بس استاذ جورج بس موضوع لح نحكي عن الدولة بما أننا حكينا حكينا عن ضبط النفس بيب شربي كمان بدنا نشوف هل برأيك اليوم تم تطويق هذه الحادثة كي لا تخرج وتأخذ أبعادا فتنوية طائفية مناطقية التهديئة في تشري والموقف اللافت والوطني اللي اتخذ من الضنية وخصوصا النائب فيصل كرامي والنائب جهاد الصمن والاتصالات اللي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المسؤولين بالمنطقتين حتى يحتوي هذه الأزمة هذا أمر أنا برأيي برد الأمور اليوم الشباب شيعوا إلى مثواهما الأخير ولكن لابد من إعطاء الجيش حقه أيضا بهذا الملف وهذه الحادثة لأن الجيش ضرب بيد من حديد بشكل سريع ولو لا سمح الله الشباب اللي كانوا مسلحين ورايحين وصلوا على منطقة على تماث مع الضنية يمكن اليوم ما كنا يمكن عدين هيدا اللي أدى اليوم لسقوط فالجيش اللبناني الجيش اللبناني أنا برأيك الجيش اللبناني حمل بلد مجددا وتكرارا من فتنة طائفية بغيضة يمكن نعرف كيف تبلش بس ما منعرف كيف تبتدي أو تعرف كيف تنتهي والجيش لعب دور كبير جدا وهو ما زال يلعب هذا الدور وطبعا المطلوب من مدرية المخابرات أن تنشر هذه التحقيقات مع القضاء المختص حتى ننهي هذا الملف ويعاقب من وتعاقب الجهة المتورطة إلى أي فريق سياسي انتمت ولتبريد النفوس أما أعود وأكرر الروايات والتكاهنات والاتهامات والفتنة النفق في بوق الفتنة ليس في مصلحة أحد بهذا صحيح يمكن ما في شيء رح يبرد قلوب أهل الضحايا والشهداء إلا يمكن معرفة الحقيقة والإسرع بإظهار هذه الحقيقة خلوني فوت على أول فاصل أعلانة ونرجع من كامل حديثنا فاصل ونتابع أعود لكم مشاهدين لمتابعة برنامج آخر كلام رحب فيكم ضيوفي الكرام مرة جديدة طبعا في ملفات كثيرة من الملف الرئاسي كنا بعطلة العيد ولكن انتهت هذه العطلة أما التعطيل على ما يبدو هو مستمر بموضوع الرئاسي إلى متى سيستمر هذا التعطيل وشو آخر المعطيات الرئاسية بعضنا بعطلة عطلة من وقت ما فلد ريام من التسعة أيام سبت الماضي معطلة يعني هلأ رح نضل نطرين لدريام أنا عملت جولة مبارح واليومي أحد وتنين بعين تيني ما فيه أي نشاط ما فيه أي استعداد حتى الكتل اللي يبيل عم بتعمل طبخطة كمان ما فيه أي استعداد لكن ما بشكل واضح وصريح خلينا خلينا نقول نبسط الأمور كل يلي قال الحل بلبنان سلم الفرنسا يلي قال لا دخل لهذا للقاء الخماسي وشو دخل فرنسا وشو دخل إيران وشو دخل السعودية سلموا ميسيور لدريام هلما بارس ما تسمعت شي على الان بي ان اليوم إنه لدريام بالسعودية بس ما فيه شي بأكد أنه حدا بيعرفوا إنه لدريام بارعنا عمل المظاهرة لكن يلي تابع يلي تابع زيارة لدريام وأنا سمحت لي وما كتبته لا رح اكتب ليش ليه لكن لدريام تقلب موقفه بالزيارة من يوم ليوم كان فيه تقلب كتير بموقفه وهيضا حكى عنه لذلك فيه تفاصيل إنه قدام صحيح إنه أمام كل فريق كان عنده كلام آخر مش هو مش هو مش هو كان كل فريق عم بيخبره شي بيدغرغله عواطفه يعني وقت نشوف خلونا أول شي نحترم الألقاب بلايها طلع السلامين فرنجي مبسوط كلهم طلعوا مبسوطين دكتور جعجا مبسوط طيار الوطن الحر مرتيح طيار الوطن الحر مبسوط كانوا لدريام كي عم بيوزع يعني عندهم الفرنسيوين مشهورين بي عندهم عندهم شوكولاتيج لكل ديفان ما بيزعلوا الأطفال ما بيزعلوا الأطفال بيطعوا كلهم لا بالفعل هذه كانت ملفتة بزيارته كيف الكل طلع راضي ومبسوط لدريام خلينا نرجع شوي بسرعة يمكن ما في كتير وقت نفصلها خلي من وقت ما طلقت الفكرة الفرنسية وقت الأسس الرئيس ماكرون اللي عندي خلية أزمة باتريك بوريل برنار أمي جوزيف أو شو اسمه الثالث كلهم بيعرفوا جوزيف بوريل لا عم نلخبط دائما باتريك دوريل جوزيف بوريل تقول صح عنا باتريك دوريل عنا برنار أمي وعنا كمان كان سفير عنا هون هلأ بيرجع اسمه عنه هيدا الفريق هيدا الفريق في كتير سيناريوهات بالشغل اللي شغل يقال انه هولي كانوا عم بيلعبوا كانوا بعقل لبناني عم بيشتغلوا الملف تهموا بيشتر الاتهمات وكلهم بيعرفوا ياللي صاير اتنين سوفرة كانوا بلبنان بس هولي عندهم مسؤوليات أخرى بالخرجية الفرنسية واحد مسؤول عن كل العلاقات الدبلوماسية للرئيس مكرون واحد مسؤول عن الأمن من الهند لشمال أفريقيا يقال انه تورطوا ببعض الملفات اللبنانية أو بي لودريان بتصور أنا هو الأول خطوة لوقف هذا المسلسل ياللي كانت اخدتوا المبادرة الفرنسية بالسيناريو اللي كانوا رسمينه بالطريقة اللي رافقت الطرح انه سلمان فرنجير رئيس جمهورية نواف سلم رئيس حكومة اجا الرفض المسيحي بدي أقوله بكل بساطة والرفض هون بتطرح السؤال أنا ما بدي سأل عن مبادرة أنا بدي سأل هون قبل اللي سمى سلمان فرنجية هل يمكن أن تخاض معركة الوزير الفرنجية بهذا المنطق من التحدي مع باقي الأطراف أو بهذا المنطق الدعم الفرنسي تفرمل لودريان ما استعمل كلمة ما حدا استعمل بعد كلمة انقلاب إنه الملف مجرد استلموا لودريان نقلب نقلبت الصورة بفرنسا بس ما في شك نقلبت حجم المبادرة اللي أخل هل منقول إذا نقلبت أو لا لأنه هو قعد أربع تيام بلبنان ما حدا قدر أخد منه كلمة إذا تراجع عن مبادرته بس مجرد إذا ماتت المبادرة أو بعد عائشة صحيح خلينا نكون كل واحد أو إذا قدم ترحي في حدا سمع منه كدام عم يتفسر بمعنى إنه لا متمسك بسلام الفرنسية لا تخلى عن سلام الفرنسية كل طرف حكي مثل ما هو بناس في مجموعة أوراق تقدمت له مجموعة الطروحات تضرب نقاط محددة بالمبادرة الفرنسية يعني وقت بتقول أنه ترشيح إسلامين فرنسية إذا ما أخذ صوت شيعي يعني الميسيقية لا الميسيقية مرتبطة مسيحي مسلم مش شيعي سني درزي مسيحي مروني أرثودوكسي كاتوليك وعدة 18 في نظرية تانية بتقول إذا افتقد الصوت الشيعي جهاد أزعور إسلامين فرنسية افتقد الصوت الدرزي تمام أصوات الدرز هلا إذا بكتروح لك لوين قدش إيه صح التفاصيل نحن نحكي نحنا ب ب تسرب واحد درزي شو تسرب واحد درزي ولا تسرب رحي لا 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 السبعة اللي فوق 43 كل الناس بتعرفهم 8 ما حدا يتزيكا في المنافسة بين بين اتنين مثلا مين حط الورقة البيضة بدنون ينشوا بموضوع الجيش مين حط قائد جيش إيجا إيهاب مطر كان واضح وصريح أنا حطيت الورقة ما حدا يتشاطر كان عم تنبيع الورقة طبعا زياد بارول بيترجاههم أنا منهم رشع بيحطوا سبسة أسماء صح بذلك عم بقول بالحصيلة هذا الاستحقيق سلمني لمسيول لدريان أوكي وغلق هو رحى فرنسا سلمني لمسيول لدريان بس أنا كله هذا منه إنعنيه لأنه أنا برأيي الخلاف مش على الشخص على شو العناد بطرح سليمين فرنجية وطريقة التعاطي مع جهاد أزعور أنا برأيي فاتوا اتنينهم على الحلبة يطلعوا اتنينهم وسميتهم على إحدى الفضائيات هولي ضحايا اللعبة السياسية اللي بدوا يفسرها بني سايقة يصطفل بس أنا ما فسرتها بني سايقة أنا بقول اتنينهم من أكبر ضحايا الاستحقيق هل هن الضحايا وشو السيناريوهات يعني إذا بدنا نقول اللي بدها ترجع تطرحها فرنسا من خلال يعني موفدة على جهاد أزعور ضحية التقاطع ممكن يكون ضحية التقاطع لأنه بعتقد التقاطع على جهاد أزعور انتهى مع بدء الوزير جبران بيصير بالحديث عن زياد بارود وخصوصا بأنه هنهم رشحينه المعلومات اللي بتقول أنه الرئيس عون طرح زياد بارود على الرئيس بشار الأسد بزيارته لدماشق وقال له الرئيس الأسد أنا ما بعرفه هاي أول شغلة الشغلة الثانية المبادرة الفرنسية هي من شقين الشقة الأول سليمان فرنجية نواف سلام هذه المبادرة سقطت سقطت وتوفيت ودخينات وانتهت المبادرة الثانية هي سليمان فرنجية فقط فقط وهذه المبادرة ما تزال حية يعني ما بتوافق ستيس جورج بطرحه أنه الاثنينات وكانوا ضحية لا أسه ما في لا اليوم أنت بديك تشوفي جهاد أزعور لما حكي وليد جنبلاط بأنه هو لمرة واحدة ما كان وليد جنبلاط عم يحكي يعني بس مجرد حكي كان يعي ما يقول اليوم جهاد أزعور أخذ تسعة وخمسين صوت اليوم إذا بده يرجع يترشح وكان التيار الوطني الحر راح على جانب زياد بارود والحزب التقدمي الاشتراكي اللقاء الوطني اللقاء الديمقراطي بطل يعطي نرجع على أرقام ميشيل معوض فميشيل معوض دل 11 جلسة لآخر الكل جاب 36 صوت خلي خلي بس أكمل الفكرة سليمان فرنجية بأول جلسة طرح فيها اسمه جاب 51 صوت وأنا برأيي معركة سليمان فرنجية بدأت من الجلسة رقم 12 وبدأت هذه المعركة وهذه المعركة مستمرة لودريان بزيارته طرح أمرين ليه هنه أمر الأول الحوار وحاول أنه يجي يوسع بكار الحوار ليشمل التغيير النظام ليشمل الاستراتيجية الدفاعية فكان الرد من حزب الله بأنه هذا الأمر غير وارد وبالتالي أي حوار سيقام هو حوار على بند وحيد فقط اللي هو هو الرئاسة اللبنانية عندما نتحاور على الرئاسة اللبنانية وننجح في انتخاب رئيس هذا الأمر بعد ذلك يمكننا من إجراء الحوارات التي نريده بكل المواضيع لأنه الحوار إذا فتح اليوم على المواضيع اللي كان عم يطرحها رحنا خمس سنين لقداني الثاني نقطة لأن الثاني نقطة هو محاولة جس نبض بأنه الجلسة 12 أفضت إلى توازن سلبي بين الفريقين وبالتالي لا يمكن لأي إن كان أن يأتي بمرشح بمرشح فبالتالي هناك إمكانية طرح يعني فتحت الأمور على طرح مرشح ثالث وهذا الأمر أيضا رفضوا حزب الله ورفضوا السنائي وأكدوا تمسكهم بسليمانة فرنجية انطلاقا من الـ 51 صوت أما أنه كل الناس طلعت مبسوطة من اجتماعات لودوريون بعتقد لا ما كل الناس طلعت مبسوطة الدكتور جعجع ما كان مبسوط لأنه اللي عبر عنه مبارح النائب جورج عدوان بأنه نحن خليه يستعين فينا لنشوف كيف بدنا نحلله ونشكلهم بفرنسا هذا أمر ما بتعود فرنسا تسمع من طرف مسيحي هذا الأمر فهذا شي تداعيات لجولة لودوريون واللي طرح ولودوريون صحيح يعني اليوم لا لا أنا بدي بدي علق على الطرح لأنه هذا سيناريو معتمل التقاطع على جهة أزعور وأنه بركة منقدر نجيب اللقاء الديمقراطي أو تيار وطن الحر يا عزيزي يا عزيزي خدم من هالدأ للقاء الديمقراطي راح يروح عند إسلامية فرنجية ولد تيار الوطن الحر راح يروح عند إسلامية فرنجية والواحد وخمسين اللي عم تحكي عنا فيه سبع أصوات هول إضافة لأنه ما كان فيه ولا بوينتاج عم بيعطيه أربعة وأربعين بس بحط طمناك وطم من كل المستمعين ومشاهدين لو كان فيه لو كان لو ما نجحت الاتصالات تقف على تسعة وخمسين يعني لو رحنا تلاتة وستين أو أربعة وستين يقين أنه بعد بعد تلك الليلة هل هذا المكسيموم يعني عم نحجل لا لا مش المكسيموم المكسيموم كان أو خمسين حسن أنه كان مكسيم أكثر من تسعة نواب تغييريين يعطوا جهاد أزعون نحكى أنه كان الأمور ذاهبة والأرقام أعلى من التسعة وخمسين لو في دورة تانية كانت التسعة وخمسين سبعة وستين وثمانة وستين وكتلة تجدد كانت آيلة أنه لو رحنا على دورة تانية كان البدتات تجدد لا لا غسان خد تسعة وخمسين زائد ثمانية ما حياته تسعة وخمسين زائد ثمانية تسعة وخمسين زائد ثمانية كنت بالسابعة وستين تانية دورة أبدا ولذلك سنقل في دورة اعتدال وثمينة ما حياته شلي عجنب لأنه بعدنا بهذا الربط هذا الربط لا أنه جهاد أزعور سمينات يواجه إيه طيب جهاد أزعور بده يخد الانتخابات يضمن نجاح سليمان فرنسي كيف لو الحزب الاشتراكي ولو التيار الوطني الحر ولو ولو هؤلما بيعملوا انتخابات هؤلما بزيدوا أصوات بالصندوق طيب استجوج أنا أنا الخيفين منه بشق الحوار هل نحن رايحين على حوار وكيف رح تقدر فرنسا تجمع البديدين بالحوار أنا برأي هاي الصيغة اللي بدو قدمها الفرنسي هلأ نسيلي موضوع انه نقاينا سليمان فرنسي فقط ونسينا هيدا هاي السلة المتكاملة كانت طرحتها فرنسا خلصنا فيها من نص شباط أول رفض مسيحي طلع من قلب بريز وعن تنسب حطت زيارة البطريارك الراعي والتقاطع ياللي صار قبل من الصيعة تبلغ الرئيس ماكرون من سفيرته قبل ما يفوت البطريارك بالإعلان عن التقاطع وانتهاء موضوع الرفض أو الكلام بدك تفسره بنائب عدوان أو غيره بالكلام اللي انحكى ياللي انحكى بأدار عن المبادرة الفرنسيين ما انحكى ولا مرة عن الفرنسيين من الشق المسيحي إذا بدك تقول بس هذا موضوع طوي من عشرين سنة وثلاثين سنة أنا ما أخشاب الحوار أنه الحوار مش على الحوار الجدي والفعلي مش لتجيب واحد وتأسره بحد تحطه بأسر بعبدة وتعمله برنامج الحوار الجدي يقوده هو رئيس الجمهورية والحوار اللي بيفيده بتقدر توصله بتحط رئيس بتنتخب رئيس الجمهورية بتقوله شرف محصلت للي أنا علتو مظبط خلينا بس مش الحوار والحوار على موضوع إذا رحت ع طاولة حوار قبل انتخاب الرئيس ما رح توصل ع تسمية رئيس ولا رح توصل على الاتفاق لأنه هذا الحوار مطلوب منه تطيير النظام وتغييره وإذا أي تجربة حوار بتروح فيها بتقعوا تلعب بالنظام وبما بدي بتوازن القوى يلي رسبته اتفاق الطائب باروس باتفاق الطائب ما رح تلاقي بقى الخماسية موجودة قبل لا رح تلاقي السعودة بمرحلة المواصفات رح تلاقي الوضع كله اليوم حكينا عن الحوار هل نحن رايحين إلى تسوية يعني المبادرة الفرنسية ماتت ترشيح جهاد أزعور واسليمان الفرنجية سقطوا ونحن أمام سيناريو جديد هل هو إذا الاحتمال هو المرجح أنا برأي بس يرجع لدريان ما بتعود تحكي بمبادرة الفرنسية بدك تحكي بمبادرة بدك تعملها الخماسية إذا مضبوط كل المعطيات الموجودة اليوم أنه الفرنسي وحيد بالمواجهة إذا القطر عنده غير مرشح والسعودي برعايته والأمريكي برعايته والمصري لأول مرة المصري عم يتفرج على الأربع بس وقت توصل المواقف الحادة تأخذ موقف قطري جد موقف سعودي جد برعاية أمريكية وين رح يكون المصري رح يكون الفرنسي عم يغرد لحال لحاله وأنا هنا خوفي خوفي مش على فشل لودريان خوفي على قدرة فرنسا بحضور الدولة اليوم أن تنتج حل إذا رحين على لعبة وقت سميتها خمسة زائد واحد أنا من كتابت ما قال جمع تاني إنه الخمسة زائد واحد إنه شو لا دخل بالملف النووي لا الخميسي فيه واحد بطهرام ركضمه لقلة بأي شكل للأشكال وكنت عم تحكي أنت عن الدور السوري أو غيره ما في شي ياسمه دور السوري ما في شي أنا بقل لك من هلأ وبيفوض كل واحد بيحكي عن دور السوري بقول له روح جيب إذن من طهران إذا في دور لدي ماشي بمضي أنا ويقع لا هو ما حكي عن دور السوري حكي أنه الربيد مشايل عمطالي حال ليتبروك بزيارته ما في شي اسمه دور السوري باللعبة من البداية بس هيا من الخبرية موضوع من الخبرية الدور السور بالخبرية وزير الدخلية لأنه ما بقعنا وقت تير موضوع تبدل موضوع تبدل المواقف أستاذ جورج يلي شاف بالـ 2016 كيف تبدلت المواقف وسامير جعجع انتخب ميشيل عمط بدلت مع رابط نان وسعد الحريري مع حفظ الألقاب للجميع انتخب ميشيل عمط هيدا الأمر ما بنقدر اليوم نجي نحسمه بأنه نحنا ما بيغيروا مواقفهم لأ التغيير المواقف يمكن وارد قريب سنتين ونصر قريب جدا قريب جدا خصوصا لا لا من رح يغير موقفه اليوم من هل التيار ممكن يريد ينتخب سلامين فرانجيني لماذا لا هل القوات اللبنانية اليوم عندك هاو الطرفين المسيحيين رفضين رفض كله كيف بدك تقدر تقنعهم وإذا واحد وافق في واحد بيعمل النصار لا 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 إذا وافق واحد بيصير النصار لأنه في أنا حامل لك من هلأ فيه احتياطي استراتيجي لسلامين فرنجية بعشر أصوات موجودين على جنب بعضهم إذا هلأ ما عبروا ما أعلنوا عنه قد يكون إذا عدتوا هام انتخبوا بـ 14 حزيران هاي أول شغلة نحنا اليوم لا لا فيه ياريت أنا فيه أكتر من فيه أكتر من لماذا ما تم انتخابه بجلسة 14 حزيران لأنه جلسة 14 حزيران كانت معروفة يعني السيناريو التاعه معروف شو هو وعارفين بأنه لا حياخد جهاد أزعور 65 صوت وسلمين فرنجية في عنده ما يكفي مبدئيا لاستكمال هذه المعركة فنحنا اليوم بعدنا بتسعة تشهر بعدنا بتسعة تشهر خليني 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 كمل لك لأنه إذا إذا تمسك الثنائي سلمين فرنجية وبقي الاستعصاء من الجانب المسيحي حاول هذا الموضوع أنا بقول لك أنه هذا المجلس النيابي لن ينتخب رئي جمهورية هذا المجلس لن ينتخب رئي جمهورية وبالتالي يمكن نترحم يمكن نترحم على 2016 لما بقينا سنتين ونصف هل ينوي السناء الشيعي بهذه الرسالة أنه يبلغ شيئاً ما هل ينوي ماذا هل رسالة السناء الشيعي اللي عم تحكيها أنت لا أنا بحكي باسم السناء الشيعي لا لا وقت الربطة أنه السناء الشيعي هو اللي متحكم بالإستعقام متحكم بالإستعقام لا اليوم بس بيقدر يحمل البلد اليوم السنائي الشيعي اليوم السنائي الوطني الشيعي عنده مرشح ومن حقه يتمسك فيه ليش بدي أعطي المسيحي حق يعني اليوم ليش بدي أعطي حق التمسك بجهاد أزعور فئة بده جهاد أزعور وفئة تانية بده هلأ زياد بارود ليش ما بيكون فيه لذلك يمكن فيه هذا طرح التسوية لذلك يمكن أن الناس رايحين على التسوية معينة تسوية مظل يعني التمسك من قبل الطرفين ولكن اليوم فيه الطرف يتمسك بمرشح وينطلق من 51 صوت بالمقابل هناك تقاطع هجين على جهاد أزعور تحكي الناس موقفة إذا بقيت اللعبة هل أنت بطمئن أنه اللقاء الديمقراطي ما يغيي إذا صار في تسوية معينة في نائب على طريق شيل الورقة من مغلف وكبب الأرض لقياه وبعدين تحت المقعب أنا هم معلوماتي نحن للأسف يعني يبدو على هالأساس يبدو أنه العطلة مستمرنا وطويل كتير بظن هذا الصراع أنا أزاكملت هاك هذا المجلس لن ينتخب رئيس جمهورينا إن شاء الله ما نوصل للي عم بتقوله نحن خلص وقتنا بدأتشكر حضوركم ضيفي الكريمين الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ جورج جهين شكرا لإلك إن شاء الله بحلقات مقبلة استاذ غسان ريفي رئيس تحرير موقع سفير الشمال شكرا لحضورك أيضا معنا مشاهدينا الكرام من لهون نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ألقاكم مجددا الأسبوع القادم بحلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة